تقول الكاتبة الصحفية إقبال بركة إننا في مصر لم نصل بعد إلى الثقافة الاجتماعية التي تؤهلنا مسلمين وأقباط إلى تقنين حرية تغيير العقيدة أغلب المتحولين من هذا الدين إلى ذاك يفعلونها لأسباب وهي عاطفية كانت أو مادية ويعودون بعد ذلك إلى دينهم الأصلي بعد زوال هذه الأسباب لسادة إقبال بركة بسبب الحب تم إشعال الفتنة الطائفية في مصر حضرتك ككاتبة صحفية كبيرة ومتخصصة في قضايا المرأة رأيك إيه في الحكاية دي؟ آه لا 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 شوف أما أقولك أنا ليه رأي تاني خالص لا حب ولا دين في هذه القضايا هي قضية اجتماعية 100% هي قضايا زوجات محرومات من فرصة أنه هم يفسقوا عقد زواج مش سعداء فيه لا أكثر ولا أقل هي زوجة وربما تكون قد أرغمت على الزواج أصلا من شخص لا تحبه أو ما كانش عندها مانع وتزوجت لسبب ما ثم بعد المعاشرة اكتشفت أنها مش قادرة تستمر فعايزة تغير ده ما فيش أي سبيل قدامها غير أنها تغير الدين وهي تدخل دينا آخر ما عندهاش أي فكرة عنه ولا تصدق أنها عايزة تبقى مسلمة ولا أنها مؤمنة بالإسلام ولا حاجة أبقى تبقى ولا تصدق أنها حبت الشخص المسلم ده بالنسبة لها كان طوق النجاة قل لي عمل إيه خرج الدين من الموضوع ده لأنه ما فيش عقيدة ما فيش إيمان وخرج العاطفة ولا حب ولا غرام ولا جنس هي ضائقة صدريا وعايزة تخلص من هذا الزوج اللي مش متفاهمة معها بس في قصص حب وتوجت بالزواج ويعني نكحة ما بين شخص مسلم والزوجته مسيحية أو العكس والزوج يسلم هذا كان يحدث على مدى التاريخ في مصر والرجل المسلم من حقه أن يتزوج المسيحية وبيتجاوزها وبيترحب بها في عائلته ما بيحصلش المشاكل وكثيرا ما كان يتركها لدينها وما بتغيرش دينها عشان كده بقول لحضرتك هي دي العاطفة الحقيقية ده الحب الحقيقي بقى مخداعا حب واخدها عن اقتناع بيسبع بحريتها في دينها وهي تنتقل إلى الأسرة الأخرى ما فيش أي مشاكل وعادة كانت تأسرتها بتستسلم ما بتخلاص هيعملوا إيه ما كانش فيه مشاكل إنما الحالات الأخيرة اللي احنا عملت الفتنة الطائفية وكلام الفارغ ده الأخوات لا علاقة لها بهذه اللي يقول أخوات يقول لك الأخت فلانة والأخت كذا أختي مش عارفة هي فيه يعني ناس أخدوا الفرصة علشان يثبتوا قوتهم ويوجودهم في الشارع المصري إزاي نتعامل مع ملف الفتنة الطائفية في مصر وحضرتك ليك كتابات عديدة في الحكاية دي جدا هذا الملف من أهم الملفات اللي عالجتها وكتبت فيها بكسرة أولا نمر واحد أنا بقول أن الفتنة دي ممكن تنتهي فورا لو أن الحكومة المصرية والشعب المصري مسلمين ومسيحيين تعاملوا مع الأقباط على أنهم مواطنين وليسوا قلة أو طائفة أقلية يعني لا أقلية ولا طائفة جينية أنت مواطن جورج زي محمد جيرجس زي عبدالصمت ما فيش فرق لهو كل الحقوق وعليه كل الوجبات غلط يتعاقب عمل حاجة كويسة يتكافئ من حقه كل الحقوق يدخل الجامعة والمدارس يتعين في جميع المناصب ويترقى خش الدبلوماسية كل شيء ننسى خالص ونشيل من دماغنا حكاية الدين دي مفيش حل تاني وده الحل اللي هحصل طوال فترة حكم جمال عبدالناصر الناس نسيوا نسينا أن دا ابتي وده مسلم وده مسيحي وده نسينا إحنا افتكرناها أول ما أنور السادات قال أنا حاكم مسلم لدولة مسلمة وشجع جماعات الإسلامية مدأت الفتنة اشتعلت الفتنة ما كانش موجود يرجع تاني لأصلنا وحقيقتنا وإن إحنا مسألة الدين دي لا تخصينا في الشيء لكم دينكم وليا ديني ومن شقف اليوم من من شقف اليكفر إحنا عندنا في الإسلام المسألة بسيطة وسهلة ووضحة زي الشمس لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول أفقا أنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين يبقى بيقول لنا إحنا إيه لأن عيب سكوتوا ما تتكلموش في الموضوع ده عايز يدخل الإسلام أهلا وسهلا في نفس الوقت أهيب بالكنيسة القطية أنها تبطل تضطهد أي حد بيخرج من المسيحية لأنهم ما بيخرجوش من المسيحية بصراحة هم ما بيخرجوش من الإيمان هم بيخرجوا من التزمت الموجود أنه ما فيش طلاقة ولذلك هتلاقي كل اللي يسلموا إسلموا عشان يتطلقوا نادرا ما تكون حالة من حالات الإيمان والاعتقاد فأنتوا ما تباياقوش عليهم لأن المواطن في مصر حر يؤمن بأي عقيدة طالما مقتنع به بس يا الكنيسة هنا لها رأيي أن يعني القصة دي هي جزئية خاصة جدا بالديانة المسيحية ولا يجوز لأحد حتى الحديث فيها لأنها إحنا مش هندخل في مناقشات معهم لكن أنا عايز أقول لحضرتك أوروبا كلها مسيحية وفيها طلاقة على جميع المذاهب والطواقف المسيحية الدنيا بتتطور بس مش هقول أكثر من كده لكن أنا ما أحبش أتدخل أكثر من أحب في مزال تخصون يعني